دينا إبراهيم بتقول لكم تعاوز أعرف إيه هي الطرق الصحيحة لتقوية مناعتي أنا وولادي المناعة عشان أقوي مناعتي لازم أبعد عن التوتر النفسي لازم ألم كويس والشمية كويس وأأكل أكل في فيتامينز مهمة ودعيمة للمناعة أو حتى أخذ ELP مالتي فيت رائع للمناعة لأن المناعة يعني فيتامين سي يعني زينك يعني نحاس وكل ده موجود ودول كلهم موجودين في ألب مالتي فيت ولازم كمان أقول لكل الناس بتفرج علي أنها تتطمن أن ألب مالتي فيت عشان لما جيتي قلتي حاجات اللي بتتباع معرفش كيف ألب مالتي فيت واخد ترخيص من هيئة سلامة الغذاء وبستأذن طبعا الكنترول هو يعرض للترخيص ياريت وموجود كمان في السيدليات فدي حاجة حلوة موجود في سلسلة سيدليات كبيرة تقدروا برضو تتكلموا تسألوا السيدلات وتقدروا كمان تطلبوا أونلاين سواء اللي عايز ياخد من السيدلية أو اللي عايز ياخد أونلاين وطبعا ده الترخيص موجود أو تسجيل المكمل الغذائي ELP مالتي بيت في هيئة سلامة الغذاء ده يطمن كل الناس بالضبط كده لأن الموضوع في الأول وفي الآخر الواحد لازم يخاف على صحاته أنت بتاخد حاجة بتفيدك فلازم أكيد طبعا تتمن وقدام حضراتك طبعا أه عالي عالي والصباح الخير على كل كرو برنامج 10 الصبح أنا بيجي لي شد عضلي كتير فكنت عاوز أعرف هل ده لي علاقة بنقص الفيتامينات في جسمي أم لا من أهم الفيتامين لما تنقص بيحصل فيها شد عضلي الماغنيسيوم أكيد والزينك والماغنيسيوم والكالسيوم الكالسيوم مهم قوي للعضم ومهم لانقباض العضلات مش بس العضم فبرده نقص الكالسيوم ممكن يعمل ده بلاس نقص الماغنيسيوم ونقص الزينك كويس قوي معلش ده حياخدني شوية بالسؤال اللي ابتدنا بيه أو نقطة اللي ابتدتي بيه وهي فكرة التوتر العصبي والنفسي واضح أن أي مشكلة أساسها برضو يعني شقة من أساسها التوتر العصبي والنفسي اللي برضو بنقعد نقول يا جماعة قللوا حاولوا أن أنتوا تسيطروا على الشق ده بس موضوع مش في إدينا ليه بنقول توتر عصبي لأن أول ما بيحصل توتر عصبي بيحصل خلل في الهرمون بتاعت الجسم والهرمون هو المتحكم فينا توتر عصبي يعني كورتيزول بيعلم الغضة الكذرية يعني هايبرتنشن يعني حتى جسمك تلاقيه بيحبس مية وتتخني أي هرمون في الجسم جسمي هو اللي بتحكم فيه هرموناتي نتيجة توتر العصبي توتر العصبي كمان فيه دراسات أكلك هو اللي بيعملي الأمراض العضوية يعني ساعات بتسمعي إيه أنا جالي سكر عصبي أنا جالي ضغط عصبي فبنحاول بقدر الإمكان أن نقلل توتر العصبي ونعمل رياضة ونحاول أن ناخد المشاكل ببساطة يعني أنا أعرف ناس وطبعا فيه كتير كده الناس اللي بتفكر 24 ساعة ده أنا بشوفه من أبشع الحاجات اللي في الدنيا أن أنت 24 ساعة تكوني بتفكري حتى وانت ناينة لا أنا مش من نوع ده أنا مقدرش أتفكر 24 ساعة كل حاجة تحليليها وتعود السيناريو والحوار ده هذا شيء متعب ومهلك وبيوصلك لنتائج غلط حد من صحابي كان بيقس الضغط في المستشفى عالي شوي فالدكتور بلاش تفكر كتير أو بلاش تفكر كتير طب مين ما بيفكرش هي دي المشكلة بس فعلا اللازم أن احنا نريح الدماغ فيه جزء يبقى توكل على الله وفيه جزء تبقى أنت سعيته عملت اللي عليك وفيه جزء فعلا ما لكش يد فيه بالزبط نهدش طيب مرر عمر ايه أهم الفيتامينز اللي تحتاجها السيدة بشكل يومي وخصوصا لو تخطط الاربعين هتحتاج طبعا كالسيوم بنسبة هتحتاج فيتامين اي مهم قوي هتحتاج فيتامين سي هتحتاج فيتامين بي كومبليكس طب كل ده في ألف مالتي في تقريبا والواحد ممكن يكتفي بده بدل ما ياخد كل حاجة لوحدها طبعا حتى دكتورة إيمانا قالت لك مهم جدا أن احنا ناخد كابسولة واحدة في اليوم هيغطي احتياجي احتياجي لفيتامين بي والزينك والفيتامين سي الكالسيوم عندي برضو داخل ألف مالتي فيت فكل الفيتامينز هتبقى كويسة جدا لأي سد تخطط الأربعين ساعة أحمد جدالة مشكلة التعب والخمول اللي ملازمني ومن غير ما أبذل مجهود يذكر يعني من غير مجهود يذكر يعني فبالتالي مش بعرف أنجز أي مهم في اليوم ده ناس كتير على فكرة بتعيني من مشكلة الكسل ده طبعا طبعا أكيد بنصحه ب ELP MultiVit هاخد كابسولة واحدة في اليوم ما دام الكسل والخمول نتيجة نقص فيتامينز ومعادل مش أي حاجة تاني عضوية بالزبط ELP MultiVit هيبقى داعم جدا للطاقة داعم للتمثيل الغذائي داعم للمناعة أنت كلما مناعتك تعلى كلما نشاطك بيبقى أحسن وكلما مودك بيبقى أحسن داعم للذاكرة داعم للتركيز وبرجأ أقول ELP MultiVit متواجد في جميع السيدليات ونقدر نتكلم عن طريق رقم شركة بايو ناتشرل لو عايزين نعمل الأوردر أونلاين أو ناخده عن طريق السيدلية طبعا هم يقدروا كمان يقول لهم السيدلية القريبة لجنب بيته كويس جدا بس أهم حاجة أنه هو وصل لكل المحافظات يعني ما فيش حد يقولك أنا عندي شورتج أو حاجة لا لا حتى الأونلاين بنوصل في جميع محافظات مصر حتى لو هتطلبوا أونلاين بيوصل لقصر أسوان سوهاج إسكندرية طبعا الأيام الجاية هيبقى فيه سحل كتير بنوصل على كل يوميا ينفع كده نعملي تاني طيب سوها حمدي بتقول إيه الفيتامينز لتقوية صحة البشرة والشعر وطبعا أنا فاكرة السؤال ده كنا تكلمنا فيه قبل كده وقلت لنا أن فيه شق من بره لازم أعالج من بره ولازم أعالج المشكلة من جوه من بره دي بقى الكريمات والحمام عسل وزبادي بيفيد جدا بس لازم نوحد يعالج أصل المشكلة اللي فيه تساقط أنا لو حطيت عسل وزبادي على راسي أو على شعري وعندي نقص في الفيتامينات مش هيعمل حاجة من أهم الفيتامينز المهمة وبرضو بقولها هي داخل ألبا مالتي فيت البيوتين داخل ألبا مالتي فيت مهم جدا للشعر وعدم تساقطه الزنك والنحاس تلاتة دول مهمين جدا بلاس طبعا فيتامين بي كومبليكس البيوتين زي ما احنا شايفين الصورة على الشاشة المكتوب أن ألبا مالتي فيت بيحتوي على البيوتين البيوتين مهم جدا لصحة شعري وسحة ضوافري كمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر